أيضاً مهاردة فيه لقاء كان هام جداً لقاء ده مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي التقى مع وزير مع الفريق أول كينيث مكنزي وزير قائد القيادة المركزية الأمريكية مش وزير الدفاع وزير الدفاع في أمريكا شخصية مختلفة تماماً كينيث مكنزي كان موجود قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له خلينا نشوف التقرير وشوفوا الرسائل وشوفوا ما تم النقاش في هذا اللقاء ونرجع نعلق بقى ونكمل بقية الكلام حول هذا الملف التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول كينيف مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ونقش الفريق أول محمد زكي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين كما تطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة للبلدين وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري فيما أشهد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفي سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزي وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين